اختراق طبي جديد العراجي سرطان الثدي نشرته المجلة البريطانية الطبية بي ام جاي لأطباء في كلية لندن الجامعية أثبتوا فعالية علاج لا يتطلب سوى جرعة واحدة من العلاج الإشعاعي حول العلاج الإشعاعي المستهدف أثناء الجراحة وفعاليته في علاج سرطان الثدي نستضيف معنا دكتور خالد ثابت الاستشاري في الأمراض السرطانية والأورام الذي ينضم إلينا مباشرة من غزة صباح النور دكتور صباح النور يعني دكتور بداية أخبرنا أكثر عن هذا التطور العلمي هل يمكن أن يكون قريبا في متناول مقدمي الرعاية الصحية في العالم طبعا هذا يعتبر اختراق جديد في علاج سرطان الثدي حيث طبعا يتم العلاج الجراح والعلاج الإشعاعي في نفس الجلسة داخل غرفة العمليات بحيث هذا طبعا يوفر على المريضة الكثير من العناء والجهد وطبعا تستطيع السيدة فور الخروج من غرفة العمليات تكون قد أنهت العلاج الإشعاعي والعلاج الجراحي معا نعم طب دكتور العلاج الإشعاعي الخارجي التقليدي المعروف يتضمن جلسة علاج للثدي بأكمله كل يوم خلال فترة زمنية تمتد من ثلاثة إلى ستة أسابيع وتشمل ما بين الخمسة عشر والثلاثين زيارة إلى المستشفى في المجمل كيف يمكن اختزال كل هذه الجلسات وهذه العملية في جلسة واحدة؟ طبعا العلاج التقليدي هو علاج يضع الكثير من الجهد والعناء على المريضة حيث تتلقى تقريبا من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين جلسة وهذا العلاج يستوجب أن تدخل المريضة خمس أيام في الأسبوع لمدة خمس أو ست أسابيع إلى مجلس علاج الإشعاعي وهذا طبعا يتطلب كثير من الجهد والوقت من المريضة أما بالنسبة للعلاج الحديث نحن نسميه تارجة الوارتلي وعبارة عن تقنية علاجية إشعاعية يتم إعطاءها للمريضة فور السلط الورم من الثدي طبعا يتم طبعا جهاز زرع في الثدي يسميه انترابيم الجهاز هذا يمكف في المكان من عشرين إلى تلاثين دقيقة يقوم بإعطاء جرعة العلاجية إشعاع كاملة في مكان الورم وطبعا هذا الشيء يؤدي إلى السيطرة الكاملة على الورم في مكان العملية الجراحية وهو مكافئ تماما للعلاج الإشعاعي الممتد الذي يمتد لمدة طبعا عدة أسابيع هذا العلاج طبعا طبعا هذا العلاج موجود من فترة طبعا كانت تفكير به عام 1998 ثم بدأت الدراسات على هذا النوعي من العلاج سنة الألفين وطبعا وتوجد دراسة عالمية كبيرة اسم تارجة A امتدت من سنة الألفين لعند الألفين واثناث وكانت هذه الدراسة طبعا اجتملت على العديد من البلدان وأكثر من ثلاثين مركز للعلاج الإشعاعي وطبعا كانت نتائج فعالة ونتائج مبهرة جدا بالنسبة للمرضى وبالنسبة للأطباء المعالجين كذلك نعم طيب دكتور هناك دراسات سابقة توقعت أن العلاج الجديد للسرطان السدي ممكن أن يخلف أثارا جانبية قليلة متصلة بالإشعاع وأنه يتسبب بألم أقل ومقاررة بالعلاج الإشعاعي التقليدي هل هذا هو الحال فعلا مع هذه الطريقة في العلاج؟ طبعا العلاج الحديث أو من سميه تارغت آي وارتي طبعا له عراض جانبية أقل من العراض الجانبية للعلاج الممتد والدراسات أثبتت أن المرضى الذين تلقوا هذا العلاج نسبة المضاعفات ونسبة الوفاة أقل من المرضى الذين تلقوا العلاج الممتد الذي يستمر لعدة السابيع فعلا هذه طبعا فكرة صحيحة وسليمة وتم إثباتها من خلال هذه الدراسة المتدى لأكثر من 12 عاما نعم طيب دكتور بحسب العلماء الذين شمل بحثهم طويلة الأمد 32 مستشفى ومركز طبي في 10 دول حول العالم فإن العلاج الجديد أظهر انخفاض احتمالات عودة السرطان إلى الظهور من جديد هل يعني ذلك أن هذا العلاج قام حتى العوامل العوامل الوراثة التي يقول بعض المتخصصين أنها أساسية في إصابة النساء بسرطان الثدي طبعا لا العلاج هذا فقط هو عبارة علاج مكافئ لعلاج الرشاع الممتد ويتم طبعا السيطرة على الوراء موضعيا داخل الثدي أما أنه يقوم بمنع النشوء السرطان الثدي عن العوامل الوراثية فهذا طبعا لا ليس له علاقة بهذا الموضوع بتاتا القصد من العلاج هو توفير الجهد والوقت على المريضة وهذا العلاج الآن أصبح فعال جدا في زمن الكوفيد 19 حيث أن المريضة تأتي للعملية الجراحية والعلاج الرشاعي في نفس الوقت مما طبعا وفر عليها عناء الصفر لعدة أسابيع ذهابا وإيابا إلى مركز الذي تتلقى فيه العلاج الرشاعي نعم وربما أيضا يساعدها في عدم التعرض لإحتمالية إصابتها بكوفيد الذي يضاعف من المخاطر في هذا الوقت طيب هذا العلاج يسهدف السرطان من درجات أو أنواع معينة دون الأخرى؟ طبعا هذا العلاج للسرطانات في المرحلة الأولية الذي طبعا يتم إصال الكتلة فقط من الثدي وتعقيم بؤرة الكتلة عن طريق طبعا علاج الإشعاعي هو طبعا مخصص للسرطانات في المراحل الأولية نعم طيب دكتور هذا البروتوكول العلاجي كما تفضلت وذكرته هو قديم ليس حديث تماما لماذا لم يتم تعميمه حتى الآن؟ وهل تتوقع أن يصبح هذا البروتوكول هو الثابت في علاج الحالات المشابهة في الفترة القادمة؟ طبعا كما أسلفنا سابقا كانت الفكرة من سنة 2000 بدأت الدراسة تارجتي سنة 2000 امتدت لـ 12 عاما 2012 ثم بعد ذلك فترة متابعة طبعا صدقت التقارير بنسمي أبديتس عن هذه الدراسة سنة 2016 ثم طبعا بدأت المراكز تستعمل هذه التقنية بالتتابع الآن طبعا العلاج يتوفى خلال السنوات القادمة سيكون في متناول معظم المراكز التي تعني بعلاج سرطان الثدي بالإشعار نعم دكتور خالد ثابت الاستشاري في الأمراض السرطانية والأورام شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من غزة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك